اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاقل مخاطرة في ظل التغيرات السياسية وحتى في البلدان المستقرة سياسية هناك بعض التغيرات تحدث بعض التغيرات اقتصادية بعض التغيرات السياسية فلابد من ان يكون هناك للمستثمر درع يؤمنه ضد هذه الدولة طبعا هو التحكيم الدولي لا مش امنيا هو بيساعده ان هو بالضبط يعني يابس الطمأنينة لاستثمارات الاجنبية داخلته وده علمتنا حاجة ان نظام التحكيم في منازعات ما بين الافراد او ما بين الدول بيبقى اسهل وفي مدة اقل من التحكيم العالي اللي بياخد درجات تقاضي كبيرة فعشان كده معظم الدول ومعظم الافراد بيلتجوا للتحكيم فيما بينهم التجاري وهو بيبقى معظمه في تحكيم تجاري او تحكيم في الماليات بمعنى اصح في الكلمة فعشان كده اه عما تعرض علينا الدورة دي دخلناها عشان نستفيد اه منها وفعلا هي الدورة كاتم ممتازة من هنا وجد التحكيم الدولي هو لا يعتني او غير بالشق التجاري فقط لا يعتني لا بالشق السياسي ولا بالشق الجنائي فالتحكيم الدولي هو فقط في الشق التجاري اه عندنا قضايا كتير جدا جدا في الفترة اللي فاتت وصيرت في قضايا التحكيم الدولي سواء في مصر او على مسابت او في العالم يعني عندنا اكبر قضية حصلت كانت موجودة في اه اللي هي قضية مايكروسوفت اللي هي قضية ابل وسامسونج تمام القضية التانية اللي موجودة في الوطن العربي واكبر قضية حصلت كانت القضية ما بين الخرافي وبين الحكومة الليبي وحكمت فيها محكمة الاستثمار في جامعة الدول العربية التحكيم الدولي هو زي ما قلت لك هو ده بيبعث على الطمأنين الادرس وليدى المستثمر داخل الدول وكمان المستثمر الاجنابي الاجنابي او سواء كان دلوقتي المصري يعني هو يعني ممكن المستثمر المصري يلجأ لتحكيم دولي طبعا لو بيشتغل بر مصر طبعا لا او في مصر او في مصر بقى بيتحط النهاردة شرط التحكيم دولي في ظل التكدس الكبير الموجود داخل المحاكم اصبح اه الملاذي الامن ويعني صغرة النجاح لدى المستثمرين ما بينه وما بين بعض ابناء الدولة الواحدة هو التحكيم الدولي المحاكم العادية بتاخد اوقات كبيرة جدا جدا عبل ما انت تاخد حكم فيها ممكن سنة اتنين تلاتة التحكيم الدولي ببساطة بيأثر علينا الكلام ده وممكن شركة وشركة بيتفقوا مع بعض انه هو بينهم محاكم دولي المحاكم ده ممكن في وقت مختصر جدا يطلع بالحكم بتاعه وكمان هم بيتفقوا فيما بينهم على ايه القانون او القوانين اللي هيمشوا بها مع بعض يعني اه هم بيحطوا واحد اتنين تلاتة اربعة قانون معين بيمشوا به هم بيبتدي الراجل اللي هو المحاكم الدولي ده بيطبق القانون على الشركة بيتحط شرط اساسي في حالة نشوب اي خلاف نلجأ للتحكيم الدولي وبتحط زي ما كان بيتكلم الدكتور يحلي الجمل في المؤتمر من شوية وقال ان التحكيم الدولي انت بتختار المحاكم وبتختار الدولة وبتختار القانون اللي انت عايز تنمش عليه هو قضاء اتفاقي يعني هو ده بمثابت بيبقى عبارة عن عقد ولا بيبقى عبارة عن ايه هو اتفاق لو اتفق الطرفان في البداية في بداية العقد وفي حين ابرام العقد على شرط التحكيم الدولي في حالة انهم اتفق في الجنسية هم نفس الجنسية مع بعض داخل الدولة في الحالة دية لابد ان يوضع شرط التحكيم الدولي في العقد طب اين لم يوضع في العقد لابد أن يتفق عليه الإسنان بعد إبرام العقد ويبقى حاجة ملحقة كتابة هو إعداء التحكيم الدولي والنهاردة المحاكم مقتزة بالقضايا وتقعد فترات طويلة يعني ممكن يكون هناك قضية تجارية تتداول في المحاكم بعشرات السنين وخبير ويمكن كان المستشار إبراهيم الشواربي المفتش القضائي بيتكلم معه في المؤتمر من شوية أيضا وقال إذا أردت أن تنهي على قضية أرسلها الخبير فده يعني موضوع متأكد مش عيب في الخبير ولا حاجة للناس يعني علامة في مجالهم وكل حاجة ولكن حجم الكبير الموجود عند الخبير من القضايا فيأجل وبعدين يسمع وبعدين يجيبه شهود وبعدين يروح يعاين وبعدين يستنى وبعدين يدي حكم وبعدين يروح والتاني يطعن على قرار الخبير ويديها لجنة خبرة كمان فالموضوع بياخد شكل كبير جدا في الصعوبة رغم أن التحكيم الدولي بقى خليني أكمل لك الموضوع التحكيم الدولي ينهي القضية في ثلاث شهور لابد أن تنهي القضية في ثلاث شهور وإذا كان هناك مد لابد أن يكون المد مسبب من هيئة المحكمة بيبقى طبعا فيه أسس معينة بالزبط لازم يكون هناك مد مسبب لأسباب عدة يعني وأقصاها ست شهور يعني حتى لو قاعدوا يمدوا ما يفعش يمد أكثر من ست شهور يبقى إذا أنا عندي قضية بتنتفي خلال ست شهور في الحد الأقصى بتاعها ولا يجوز الطعن عليها بالبطلان ولا يجوز الطعن على الحكم ولكن يجوز الطعن على الحكم بالبطلان بطلان الإجراءات إجراءات لو حصل أنه ما اتفق على محارح جاب محكم تاني اتفق على إجراءات التحكيم نفسه فدي موضوع التحكيم قليني برضو أتكلم أقول لك على حاجة يعملها مركز جينيف هو مركز جينيف بيساعد لجلبة الاستثمارات الأجنبية المؤتمرات اللي احنا بنعقدها سواء في مصر احنا لفينا عدد كبير التحكيم الدولي مصر لما مضي على التفاية التحكيم الدولي من أكثر من 40 سنة ولكن فعل التحكيم الدولي بقانون 27 سنة 92 يعني من حوالي ما يقرب من 20 سنة تقريبا رغم أن القانون مفاعل من أكثر من 40 سنة أو مصر دخل في التفاية بغالها أكثر من 40 سنة فدي هنا الموضوع أن أنت النهاردة المستثمر الأجنبي لما ييجي عندك يقول لك أنا داخل بيتك إيه الضمان أنه لما يجي عبر معك وتقول ليش أصل الحكومة وأصل الوزير دوت وأصل دي كانت في الهد التحكيم الدولي يبقى هنا المستثمر الضمان الآمن ليه تحكيم الدولي وعندنا القضية أيضا قضية اللي كانت مصارة منذ سنتين كانت قضية ناجيب سويرس وفرنس تلكم في خلاف داخلي ما بين اتنين مستثمرين مؤسسين لشركة الفرنسية وموبينيل المصرية وكان اللي يا فرنس أيضا شريك ولها الحصة الأكبر كانت في موبينيل وده تم الحكم لصالح الشركة الفرنسية فهو التحكيم الدولي ويضمن الحقوق وعدالة ناجزة وسريعة